يعني أكوجي أشمع موجودة عندي الكتب والشرائط موجودة عندي يعني شرائط صريحة جتشيح بالناش خلي يذبح بعضكم بعض وما أعرف أنا ليش غافلة عنها الدولة ما أدري ليش غافلة ما أعرف شنو ما أعرف التعليل ما أعرفه الشيخ الوائلي رحمه الله كان يتحدث بنبرة معارضة لأنظمة الحكوم دفاعا عن الناس أو فيما يعتقد أنه صحيح هنا أريد من جنابك الكريم تتحدث لي عن وقائق قصص خلي يسمعوها الناس قلت بأنه تعرض للمراقبة وتعرض للملاحقة وهناك أيضا يقال والعهدة عليك وعلى الراوي أنه قد تعرض لمحاولة اختيال في البحرين أيضا دعنا نحكي بهذه اللاسية ما أنه حضرتك قلت لي هناك 399 دعنا نقول 400 نضيف لهم وثيقة 399 وثيقة أمنية توثق مراقبته ومتابعته داخل وخارج العراق من قبل الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق كيف كانت تجري ملاحقته أو متابعته؟ هل تم اعتقاله مثلا؟ هل تعرضه إلى موقف من أي الأنظمة؟ أحسنت رغم فارق السن هم لربما المشاهد الكريم يقول الدكتور وائل أكو فارق سن بينه وبين جدة الشيخ الوائل فأنت أكيد من الوثائق التي حصلت عليها ومن مسموعاتك ومن معايشتك داخل العائلة أرفت الكثير من أنا أطلت في سؤالي بس أريد تطيني وقصص تعرف لها بالتأكيد أنا أزودتكم أنا كمؤسسة الشيخ الوائل الفكرية بأنك نماذج عن الوثائق التي شاركت عد وثائق اضطهاد الشيخ الوائل ومراقبته ومتابعته يعني على سبيل المثال من الوثائق التي أنا كوثقت محاولة اعتقاله وهو يخرج من العراق برا بأي سنة في عام 1979 في الخامس تقول الوثيقة المعلومات تشير إلى أن الدكتور أحمد حسون الوائدي هو لولب الحركة العراق الرجعية من خلال علاقته بإيران وبالعناصر المخربة في دول الخليج وهو قام بالخروج من البلاد حاولنا اعتقاله ولكننا لم نفلح في ذلك المعلومات المتوثرة عندي أنه الرجل ما كانت عنده علاقة بإيران تؤيد أم تنفي أم وقد أزيدك علما بأن الشيخ الوائلي لم يزر إيران إلا مرة واحدة عام 1959 أيام حكم الشاه حتى لم يزرها أيام ما تحولت إلى جمهورية إسلامية حتى وفعته فالشيخ الوائلي إذا رايح لإيران رايح عبر البر لليلتين أو ثلاثة في العام 1959 لأغراض السياحة الدينية وزيارة والعودة هو والدتي لأن والدتي أصبح معها موضوع هو إعادة أنك بصرها بعد أن فقدتها بحادث أنك منزلي فدع الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام موسى الكاظم وأنك ولديه الجوادين الرضا ومحمد الجواد فشاء الله أنه يعود البصر إلى عينهما فذهب شاكرا إلى الإمام الرضا عن هذه الحادثة التي صارت في عام 1959 وهذه هي الزيارة الوحيدة لإيران الوحيدة واللي أخيرا هل كان مرتبط بعلاقات يعني شخصية أو علاقات رسمية مع حكم الشاه أو حكم الدولة الإسلامية في إيران فيما بعد؟ أبدا لأن الشيخ الوائلي عاقل والشيخ الوائلي كثيرا ما يتحذر من هذا الأمر لأن له 22 عائلة في الداخل ويعلم حساسية الموقف وليس من الحكمة وليس من العقل أنه يخطي خطوة خارج العراق وله هذه العوائل ويعلم بسطوة النظام الحاكم في حينها وماذا يمكن أن يفعل لهؤلاء العوائل الذين أيضا لم يسلموا لا من اضطهاد ولا من اعتقال ولا من مضايقة ولا من مسائل أمنية ومع ذلك كان الشيخ الوائلي متحذرا ودقيقا في علاقاته مع كل ما يمت بصلة بإيران أو بغير إيران ممن قد يحدث له أعيان إحراجه هذه كلها وأربعمائة وثيقة من العام وبالسبعة أجزاء قمعي زين بالتسعة وسبعين أثناء مغادرتها للكويت تم اعتقالها قلت له الشيخ الوائلي كان ذاهبا إلى الكويت برا عبر سيارته الخاصة وهي مارسيدس نجف كفاءات موديلها 75 رقمها 23 معروفة مميزة إلى اليوم وأخرجه على صهره الأوسط على السيد مهدي الحسيني الأمين العام للعتبة العلوية صاحبه برا حتى إخراجه من معبر صفوان البري وخرج بجوازه الاعتيادي مسافرا عاديا إلى دولة الكويت لغرض إحياء مواسم محرم في ما يقيمه ولهذا الوثيقة الأمنية تقول أنه لم نتمكن من القبض عليه أحسنتم ويعني لو لاقين القبض عليه كان يعتقلوا كان اعتقلناه هو ما يدري أنه من طلع الكويت ما يدري أنه ملاحق أو كانت النية لأعتقاله لا هو عجل في هذا الخروج عجل لأنه قد تعرض إلى مسائلة ما قبلها بأيام في إحدى المحافل في مدينة أمير المؤمنين في النجف سؤل من قبل مسؤول رفيع لماذا لا يكون لك موقفا واضحا منه كقيادة للحزب واحد لماذا لا تنال من النظام الإيراني رغم ما يفعله من الذي كان يسأله أحد المسؤولين الرفيعي المكانة في قيادة متقدمة في الحزب في حين بالنجف في مدينة أحسنتم النجف فلذلك الشيخ قال له هل لم أكن معكم هل أنا ضدكم أنتم تعلمون أني رجل منبر وصاحب فكر إرشادي إصلاحي هذا أبعده كل البعد عن أي مناح ومحاكات سياسية هذه القضايا أن تضعف مني ومن منبري المؤثر فأنا أرى أنني لا أدعم ولا أتخذ موقفا إنما أبقي المنبر منبرا محايدا مستقلا يعمل ما بجهده ويعمل ما هو مختص به هذا الشيء أثار حفيظتهم وحفيظت أيضا وحفيظت على أنه الوضع صار بعد ممالة واحد يبقى لازم الواحد يلقى لفد ملاذ آمن وخنقل بيئة أكثر حرية حتى أتمن بيها مسيرتي الفكرية ومنبري العلمي الواضح زين ترجمة نانسي قنقر